طيني طيلة 14 سنة القضية الأساسية اللي تم انه هاي الحملة وغيرها ومدرشنو بمعنى انه اجراءات المؤسساتية دي كانت موجودة انما جاي تتثبت بمكافحة الفساد هذا قد تعتبر ايجابية للحملة طبعا انه الكثير من الاجراءات البيروقراطية المتعلقة بمتابعة الفساد وتروح تحقيق وغيرها وهي ملفات موجودة وموثقة واعتقد حتى وثائق موجودة بوكيليكس عن قضية انه المتعلقة بالصليب الاحمر وغيرها مو مثل ملفات الكهرباء اللي موجودة لكن السؤال بالدرجة الاولى بخصوص مكافحة الفساد انا هذه اعتبرها نوع من المزاجية لما ترتبط للجنب بمكافحة الفساد بمكتب رئيس الوزراء رئيس الوزراء شاء عم ابا هو مو خارج التوافقات السياسية ولا خارج المنظومة السياسية الخاضعة للمجاملات ولذلك الكثير من ملفات الفساد واضحة وصريحة وما يحتاج لروحها للقاضي هو نفس اللي صرح بيها بقضية مشروع القناة سيد رئيس وزراء نفسه لحد الان ما شفنا واحد يتحاسب بهذا المشروع وهذا مشروع فاضح وموجود واحنا اكثر ناس اللي شرق القناة متأذين من عندك قناة الجيش قناة الجيش بالضبط قضية التوقيت بمعنى انه كثيرها سيقولون بما انه سنة ثلاث اقسام اكو تحالف بسبقا او تخطيط لتحالف ومجاملة لتحالف بين السيد الحلبوسي وبين السيد الحكيم والسيد الصدر او عفوا سيد الحكيم وسيد العبادي والسيد الكاظمي يريد يتخذ من هذا التحالف حتى يترسم خارطة التحالفات بمعنى تصفية حساب بين الخصوم هذي يقولونه مو انا اقوله هذا بقضية التوقيت يعني ضرب للتحالف عزم ارساء ضرب مسبق لقضية لان تشتيت التحالفات هذه استراتيجية تبحث سيد المالك حقيقة بقضية بولاية الثانية بالولاية الثانية تحديدا فتح ملفات الفساد على شخصيات معينة لا يؤمن التحالف معها او محاولة تصفيتها وابعادها الخصوم هذه ملفات الفساد صح لو لا؟